التلفزيون العربي الآن سيارات الإسعاف تدخل إلى المكان بعد أن تم الإخبار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لأنه تم الانتهاء من قصف المكان لا ندخل إلى مركز الليواء إذن هذه جثمين شهداء موجودة في المكان وهذا الدمار الهائل الذي أصاب هذه المدرسة حدث عن مجزرة مركبة قام بها الجيش الإسرائيلي مزيد من الجثمين في كل مكان هذه صور صعبة للغاية نتحدث عن أشلاء لا زالك النار تشتعل في هذه المناطق الدماء على الجدران أيضا هذه مزيد من الجثمين هنا تم تغطيتها بالستائر حالة من الفوضى الهائلة الموجودة في المكان نحن نعاين كارثة في كل التفاصيل فداحة الغارة عدد الشهداء حجم الترويع الكبير إضافة إلى أن مركز الإيواء المكون من عدة مدارس تحول إلى ركام لا إله إلا الله لا إله إلا الله قالوا الشهداء لا سال مستمرا حتى هذه اللحظة مزيد من الدمار أيضا يتم التكشف الآن عندما نتحرك أكثر في هذا المركز للإيواء مركز ضخم للإيواء مكون من عدة مدارس هذه مدرسة الرافدين هذه مدرسة حمامة وهناك مدرسة ثالثة أيضا في المنطقة الركام هائل الناس هنا تهيم على وجهها لا تعرف ماذا تفعل يجرون يتفقدون في كل مكان ما الذي يمكن أن يعينوه من أضرار وإن كان هناك مزيد من الضحايا في هذه المدرسة عينت المدرسة عيناها المدرسة هنا أشلاء النظر صعب اللي غاد أشلاء أشلاء أطفال حسبنا الله نعم الوكيد الدفاع المدني يتحدث بحسرة أيضا حول نتائج هذه الغارة يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هذه الغارات بشكل مستمر هذا هو المشهد هنا داخل هذه المدرسة حالة من الرعب الشديد الذي خلفته هذه الغارة وعدد من الضحايا كبير كذلك داخل مركز الإيواء هذه إذن مجزرة جديدة ضحايا جدد والاحتلال مستمر في مثل هذه المجازر اسلام بدرة التلفزيون العربي من مركز الإيواء المدمر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة التلفزيون العربي